بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 34 لمجلس الوزراء الأحد الموافق 12 آب 2024 الموافقة على ما يأتي أولا قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ مكونات مشروع الزيارات المليونية بضمنها إجراءات الإعلان والإحالة والتعاقد والإشراف على تنفيذ العمل بحسب كل حالة مكون يوجه بها السيد رئيس مجلس الوزراء وبناء على توفير التخصيص والسيولة المالية ثانيا تكون إجراءات تدقيق مستحقات الشركات المنفذة لمكونات مشروع الزيارات المليونية من مهمات الجهات القطاعية للوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية ويكون الصرف والتخصيص وطلب التمويل من صلاحيات مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية ثالثا قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية لاختيار المشروعات وإكمال متطلبات إدراج مكونات مشروع الزيارة المليونية مع وزارة التخطيط وتتحمل الجهات المعدة لهذه المكونات المسؤولية القانونية والحسابية والفنية من حيث إعداد المخططات والتصاميم والمواصفات والأسعار بحسب طبيعة الأعمال رابعا قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بمتابعة مكونات المشروع خلال مرحلة الإعلان والأحالة والتعاقد والتنفيذ وفي إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي ومن أجل تنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقمة 24192 التي تنص على إقرار الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي والتي أعدها البنك المركز العراقي بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها الموافقة على ما يأتي تخصيص وزارة المالية مبلغا مقداره 21 مليار وتسعمية وثمانين مليون واربعين ألف دينار من احتياط الطوارئ إلى أمانة بغداد بشأن أعمال التنفيذ المباشر لمشروع تصفية مياه مجار الكرخ آل بعيثة استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24247 التي نصت على أن يكون الترسيم القمرقي للحاويات التي يزيد حجمها على أربعين قدما هو أربعة ملايين دينار مقطوعة الموافقة على استثناء وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصح والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لتنفيذ مشاريع تخص البنى التحتية وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة ومن أجل توفير المرافق الخدمية والترفيهية لأهالي العاصمة بغداد وافق المجلس على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد شرق بغداد إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط ويمنح المستثمر إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني من 12 ألف وحدة سكنية بدلاً من أرض المعسكر في مقاطعات الدهنة وهكتريا وشعار وتسعة عشر غزالية وإلغاء كافة التخصيصات السابقة عليها وافق المجلس على المتطلبات الخاصة بتجهيز مركز بيانات إقليم كردستان العراق بالأجهزة والمعدات والتراخيص والسيرفرات اللازمة لتناقل بيانات التعداد العام للسكان في محافظات الإقليم من المركز الرئيس في بغداد وإليهم وفي مسار إكمال المشاريع المتلكة في جميع القطاعات جرت الموافقة على ما يأتي أولاً ترويج أمر الغيار المطلوب وزيادة مقدار الاحتياط للمكون تنفيذ البنى التحتية للأعمال الماء والكهرباء والاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري لإفراز 2375 الذي يقع خلف ياسين خربيض إفراز شهداء الحشد ومجاور إفراز 2373 وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس ثانياً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء جسر القرن الثاني ثالثاً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة أعمال تطوير المحلة 627 حي الجامعة إكساء زائداً ما ضمن قاطع بلدية المنصور وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إكساء طرق رئيسية ومحلات سكنية الذي تقع ضمنه المقاولة شكراً جزيلاً